مديرة التربية تؤكد التلاميذ الذين يتغيبون ويقاطعون الدراسة قبل نهاية الموسم سيقصون من الامتحانات للأبد ونهائيا السلام عليكم مرحبا بكم في قناتنا فضلا وليس أمرا اشترك في القناة واضغط على زر الجرس وهذا ليصلكم كل جديد أكدت مديرة التربية أن إجراءات قانونية وتنظيمية ستتبق على التلاميذ في مختلف المستويات بالنسبة للذين يقاطعون الدراسة قبل نهاية الموسم الدراسي في 30 جوام وهذا سيتم إقصائهم من اجتياز الامتحانات الرسمية وكذا حرمانهم من الحصول على الشهادات المدرسية وقالت المسؤولة في تصريح لها أن التلاميذ الذين يتغيبون ويقاطعون مقاعد الدراسة قبل نهاية الموسم يعتبرون في تعداد المشطوبين بقوة القانون ولا يسمح لهم بإعادة السنة في حالة رصوبهم مشيرة أيضا إلى أن كل التلاميذ في كل الأطوار ملزمون بمواصلة الدراسة على أن تسلم لهم شهادات مدرسية تؤكد إتمامهم للموسم الدراسي كاملا وهذا إلى غاية تاريخ 30 جوام داعية الأولياء للصهر والحرس على متابعة أبنائهم وتوعيتهم بعدم مقاطعة المؤسسات التربوية قبل الأجال المحددة ونهاية المقررات الرسمية وهذا تفاديا للملاحقات الإدارية لاحقا وما ينجر عنها من إجراءات صارمة اشتركوا في القناة